موسيقى الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي وتوافق بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي وإثمام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية توقف عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لغزة إدانات عربية وإسلامية لدعوة بنكفير لإقامة معبد في المسجد الأقصى المباركة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جيرنيكشن نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الذي يقوم بالزيارة الرسمية لمصر على رأس وبد حكومي رافيع المستوى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن الإعرابة عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين التي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقائنا توافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك على المستويين الثنائي والجماعي منوهين في هذا الصدد إلى آلية تعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن ومواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها لتصبح نموذجا للتعاون العربي والتكامل الإقليمي وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن التعاون الثنائي القائم بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة والتعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والسياحة والطاقة والنقل والصناعة بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبيهما الشقيقين وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي في هذا الإطار بما تمتلكه مصر من خبرات واسعة ونجاحات مشهود لها في تلك المجالات هذا وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه حيث توافقت الأراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض تصعيد الإقليمي وأكد الزعيمان في هذا السياق على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة وشدد الزعيمان على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية مع ضرورة إطلاق مصار سياسي جاد يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع والعادل في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي قد استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بمطار العالمين الدولي في مستهل زيارته لمصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى هذا وأقيمت مرأس مستقبل رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافقة له ترجمة نانسي قنقر تمثل العلاقات المصرية العراقية نموذجا متميزا في العلاقات بين الدول العربية في ظل المواقف الإيجابية من كلا طرفين تجه الطرف الآخر وعلى صعيد السياسي تتسم العلاقات بين القاهرة وبغداد بالتنسيق والتشاور بشان القضايا والملفات الإقليمية والدولية فضلا عن العمل المشترك على مجابهة التحديات تاريخ ممتد للعلاقات المصرية العراقية وتفاهم وتنسيق مشترك بين القاهرة وبغداد علاقات لا ترجع أهميتها إلى كونها فقط نموذجا للعلاقات بين دولتين عربيتين لكل منهما وزن سياسي واقتصادي وإنما تكمن أهميتها في الكشف عن مجمل العوامل التي شكلت ملامح تلك العلاقات منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 ومن ثم عكاسها على المنطقة العربية ونظرا لتكامل موقع مصر والعراق الجغرافي والاستراتيجي فرد ذلك عليهما تحمل عيب الدفاع عن مصالح المنطقة إلى جانب القوى العربية الأخرى ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصري على ثوابت الراسخة بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة ومساعدته على تجاوز كافة التحديات لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وفي ترجمة واضحة لدعم العراق تحرص مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات المعنية بذلك ومن بينها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حيث ثمنت مصر الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق في مواجهة الإرهاب مؤكدة على رفض القاهرة الكامل لأي تدخل في شؤون العراق ودعم وحدة الأراضي العراقية والجهود الدؤوبة التي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن ويشهد الوقت الراهن فتاحا واضحا من البلدين تجاه تعزيز العلاقات وتوقيع مذكرات واتفاقيات في مختلف أوجه العلاقات وقد انعكس ذلك في تبادل مكثف للزيارات رفعة المستوى بين مسؤول البلدين بما يواكب أهمية ومحورية العلاقات بين البلدين لمزيد من المتابعة معنا على الهواء مباشرة هاتفيا الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أهلا بك معنا دكتور بداية قراءتك لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر في توقيتها وأجندتها أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين يعني يعيزين لو احنا حطينا علوان لهذه الزيارة فعلا القيادة السياسية بقيادة سياسة رئيس عبد الفتاح السيسي فعلا بتعمل على رسم الطريق إلى تحقيق التكامل العربي المنشود واتباع سياسة تغليب المصالح الخاصة والقومية في التعامل مع القوى العظمة أعتقد أن السياس الرئيس النهاردة ركز على ثلاث مبادئ أساسية في هذه الزيارة وزي ما اتكلم التقرير من شوية أننا العلاقة بين دولة العراق والدولة المصرية علاقة يعني وصيدة وكثير من المواقف وقفت مصر بجانب العراق في كثير من المواقف التجارية السياسية أيضا الاقتصادية وإقامة بعض المشاريع يعني النهاردة سيطر رئيس أتكلم على ثلاث مبادئ رئيسية في هذه الزيارة أعتقد كان أول مفهوم من هذه المبادئ تكلم سيادته عن دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وأنا أعتقد أن مصر لا تتدخل في أي من الشؤون الداخلية لأي دولة من دول الجوار سواء إذا كان أيضا الدول العربية كافة ثاني مبدأ من المبادئ التي تكلم عنها سيادة الرئيس النهاردة هو تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية وفعلا العراق عانى كثير من ويلات الهجمات الإرهابية الكثيرة في هذه الدولة ولو حضرتك كده نفتكر في العام الماضي في يونيو عشرين تلاتة وعشرين كان أيضا فيه فيه زيارة لرئيس دولة رئيس وزراء العراق وكان ليه لقاء مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وتكلموا عن هذا الموضوع وكان بيتكلم عن أهمية أن يسود الخطاب الديني المعتدل أيضا في العراق فالعراق عانى من هذه الويلات واعتقد الخبرة المصرية في هذا الموضوع لابد أن تأتي في مراهب بالتعاون مع دولة العراق ثالث مبدأ يتكلم عنه سيادة الرئيس وتعزيز روابط بين الدولة المصرية والدولة العراقية وإحنا كثير من حجم التبادل التجاري بيننا وبين دولة العراق ووصل حوالي 500 مليون دولار من حجم استثمارات وحجم إنشاء مشاريع سواء إذا كان فيه الدولة المصرية بأيدي مستثمرين عراقيين أو بإنشاء مشاريع مصرية بأيدي مستثمرين مصريين في الدولة العراقية وأفكر حضرتك لو نفتكر كده مع بعض القمة المصرية الأردنية العراقية اللي كان حضرها سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأردن في شهر 28 وكان هناك تنوع كثير في مجالات الاستثمار من هذا المحور دكتور سعيد محور الأردن مصر والعراق بالتأكيد المواقف والعلاقات الثنائية بين مصر والعراق بها الكثير من الأمور الإيجابية والتعاون المشترك في كثير من المجالات لكن في ظل توترات حالية ترمي بزلالها على كل الدول المحيطة إلى أي مدى هذا المحور العراق الأردن ومصر يمكن أن يكون أداة ضاغطة على هذا التوتر في المنطقة شوف حضرتك إحنا يعني زي ما قلنا كده في البداية أن احنا فعلا سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي بيرسم يعني المصالح الخاصة والقومية بالنسبة للدول العربية مما لا شك فيه أن الأردن أن العراق أن كل الدول العربية أعتقد أن هي متشابهة في وما فيش أي اختلاف في الرؤى الخاصة بالدولة المصرية نحو الخلافات الموجودة في دول الجوار لو حضرتك تفتكر كده في يوم 21 أكتوبر إحنا عقدنا مؤتمر قمة السلام عقاب الهجمات البرية الوحشية اللي حصلت من إسرائيل على قطاع غزة وكان حضرها حوالي 33 دولة من الدول العربية كانت منهم العراق ومنهم الأردن تخيل حضرتك 33 دولة بيحضروا هذا المؤتمر أعتقد أن هي توافق في الرؤى والاستراتيجية للدولة المصرية وأنا أعتقد أن هذا التكتل وهذا التجمع العربي أعتقد أنه ممكن يعني بيحل كثير من الأزمات منها على سبيل المثال الأزمة والتوتر اللي احنا بنشهده في المنطقة ورفض الدول العربية ووقفها مع مصر في مبدأ عدم التهجير القصري لإخواتنا في قطاع غزة أعتقد أن كل الدول العربية بلا استثناء وأول ما نتكلم عن هذا الموضوع كان فخام سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المؤتمر يوم 21 أكتوبر كل الدول العربية بلا استثناء مع هذا الموضوع وحتى الآن ترفض الدول العربية منهم العراق والأردن المملكة العربية السعودية التهجير القصري لإخواتنا في قطاع غزة أيضا العراق مع مصر والأردن أعتقد أن المساعدات الإنسانية اللي بتحصل في قطاع غزة أعتقد أن هناك شراكة كبيرة من الأردن ومن العراق هناك أيضا مساعدات إنسانية من خلال معبر رفح أو من خلال الطائرات الجوية في المجال الجوي لسقوط المساعدات الإنسانية منهم أيضا دولة الإمارات العربية فأنا أعتقد أن هذا التكامل وهذا التكاتف وهذه الوحدة العربية اللي بنشهدها في هذه الأزمات وخاصة الأزمات دول الأجوار زي سودان وغزة أعتقد أن هذا دليل قوي 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 كثير جدا على أن القيادة المصرية بتعمل في هذا الموضوع وصلت فكرة دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس سأشكرك شكرا جزيلا وتسعى مصر والعراق لتطوير مجالات التعاون والمشاركة بينهما على مختلف الأصعضة ويحتل المجال الاقتصادية همية كبيرة في هذا الإطار من خلال تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين امتدادا للعلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين مصر والعراق يحاول البلدين تعزيز تلك العلاقات من خلال مستويات مختلفة أهمها الشق الاقتصادي بما يحقق المصالح المرجوة للدولتين والشعبين الشقيقين وتشهد العلاقات بين الجانبين تناميا في حجم التبادل التجاري حيث وصلت إلى 500 مليون دولار خلال عام 2023 ويميل الميزان التجاري بين مصر والعراق إلى القاهرة وسط تعزيز للتبادل التجاري بينهما من خلال عدة آليات تشمل مجلس الأعمال المصرية العراقية وتعزيز دوره الفاعل في هذا الصدد وبدعم كبير من القيادتين السياسيتين تتفق مصر والعراق على إدامة التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخما أكبر خصوصا في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحا خدمة للمصالح المشتركة أهمية كبيرة لعلاقات القاهرة وبغداد خاصة فيما يتعلق بإعادة الأعمار وتطوير البنية التحتية في العراق من خلال الشركات المصرية التي تمتلك من الخبرات ما يؤهلها للمشاركة في المشروعات التنموية بالعراق إلى جانب ما يشمله التحالف الاقتصادي بين البلدين أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن من تصدير مصر للكهرباء إلى العراق والأردن فيما تتزايد مؤشرات أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسرة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الخارجية الأسبق الذي وافته المنية أمس وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الراحلة كانت حياته حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية نعى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي الذي وفته المنية وقال رئيس مجلس النواب في برقية تعزئة إن العربي يعد أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ولقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان هذا والدبلوماسي الراحل مسيرة فريدة جعلته أحد رجالات الدبلوماسية المصرية المرموقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر النقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن أكدت الأمم المتحدة توقف عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة في قطاع غزة بسبب أوامر الإخلال الإسرائيلية لمنطقة دير البلح بوسط القطاع يأتي ذلك فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في القطاع معرضة لخطر توقف بسبب ممارسات جيش الاحتلال قلق واسع وعميق أبدته الأمم المتحدة ومؤسساتها حيال القدرة على توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان في قطاع غزة وذلك غداة أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة أثارت المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المدمر من جراء العدوان المستمر جيش الاحتلال الإسرائيلية أصدر أمراً بالإخلاء في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوسط غزة ما أثار حالة من الفوضى والقلق بين المرضى وألاف النازحين إلى المكان علاوة على أوامر بالإخلاء شاملت مناطق أخرى بالقطاع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أعرب عن قلقه البالغ إذا أوامر الإخلاء الإسرائيلية وأشر إلى أنها تشمل 15 من المرافق التي تأوي موظفين أمميين ونشطاء في منظمات غير حكومية وأربع مستودعات تابعة للأمم المتحدة نظراً لتواجدها إما في المنطقة المشمولة بأمر الإخلاء أو قربها وقال المكتب أن الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء تعوق عمل مركز إنساني كامل تم إنشاؤه في دير البلح بعد إخلاء رفح الفلسطينية جنوبي القطاع في مايو الماضي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أعرب أن أفراد طاقم وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سيواصلون عملهم لكن ضمن قيود لافتاً إلى أن ما سيوفرونه من مساعدات لن يكون إلا قطر في محيط الاحتياجات من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم إن المرافق الصحية في القطاع باتت عرضة لخطر التوقف عن العمل بما في ذلك مستشفى شهداء الأقصى جدد مسؤولان في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تأكيد على أن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن المساحة التي تم حصر السكان فيها بالقطاع ضئيلة للغاية في ظل تلقي المزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين وفاد المسؤولان بأن مئات الآلاف من سكان غزة مقبورون على الانتقال يوميا من مكان إلى آخر بسطا عن ملجأ آمن وعوضح أن سلسلة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي إلى 11% فقط من قطاع غزة بأكمله هذا وطلبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها درائم حرب وفي تحقيق جديد للمنظمة حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين أكدت المنظمة أن الغارات الجوية على مخيم رفح استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق مشيرة إلى أن القانون الدولي يحضر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية وأن الهجمات باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا ترجمة نانسي قنقر قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم إلى 15 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وغذائية بالإضافة إلى أربع شاحنات تحمل مشتقات بترولية يأتي ذلك في ظل تقارير أممية دولية تحذر من تفاقم الآزمات الإنسانية الكارثية داخل قطاع مع احتياج أكثر من خمسين ألف طفل للتطعيمات ضد الانتشار الأمراض والأوبئة المزيد من التفاصيل ينضم لنا زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري بعد التحية في هذه المتابعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نرصد المشهد الإنساني من داخل وخارج القطاع حيث استقبل معبر رفح البري اليوم 15 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية وأيضا الأدوات الطبية وأربع شاحنات محملة بالمشتقات البترولية وتحديدا من مواد الغاز أما إذا تحدثنا عن المشهد الإنساني داخل القطاع هناك تفاقم للحالة الإنسانية ووقوف القطاع على شفى كارثة إنسانية بمعنى الكلمة وفقا لعدد من التقارير الأممية وأيضا المؤسسات والمنظمات الإنسانية التبعة للأمم المتحدة حيث ولد خلال الأشهر السابقة منذ اندلاع هذه الخرب أكثر من خمسين ألف طفل لم يتلقوا أي من التطعيمات الخاصة بانتشار الأوبئة والأمراض داخل القطاع مما يزيد من المعاناة والحالة الإنسانية داخل قطاع غزة هذا هو المشهد الإنساني وإليكم الكلمة إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث استشهد 21 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ووصيب آخرون بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أربعين ألفا وأربعمائة وستة وسبعين شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى ثلاثة وتسعين ألفا وستمائة وسبع وأربعين إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال التي حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها عند بوابات المسجد وفرضت قيودا على دخول المصلين تتزامن هذه الاقتحمات مع دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير أمس لاقتحام المسجد الأقصى بشكل علني وإقامة معبد فيه وهي الدعوة التي قبلت بعاصفة من الانتقادات والتحفظات الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية عاصفة من التهديدات والانتقادات والتحفظات الفلسطينية والإسرائيلية خلفتها دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وبناء كنيس هناك ويزعم بن جفير أنه لا يوجد أي قانون يمنع اليهود من الصلاة داخل المسجد الأقصى وجاءت تصريحاته بعد أسبوعين فقط على قيادته اقتحاما للأقصى أعلن خلاله أنه سيسمح لليهود بالصلاة فيه ومنذ توليه منصبه في ديسمبر 2022 اقتحم بن جفير الأقصى عدة مرات متحديا لانتقادات الإسلامية والعربية والدولية وحتى الإسرائيلية لكنه للمرة الأولى يتحدث عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى الرئاسة الفلسطينية حذرت من جري بن جفير المنطقة إلى حرب دينية واعتبرت تصريحاته خطيرة جدا كما حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك من حرب دينية تطال العالم أجمع في حال تم المساس بالمسجد الأقصى المبارك أما حركة حماس فوصف التصريح بن جفير بالخطير محذرة من صب مزيد من الزيت على النار وتغشى المؤسسة الأمنية والجيش في إسرائيل من أن تؤدي كلمات بن جفير إلى تفاقم التوترات في الأراضي الفلسطينية فيما لفتت صحيفة معريف إلى أن تصريحات بن جفير تحول الحدث إلى حرب دينية مكتب نتنياهو سارع إلى إصدار توضيح جاء فيه أنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن بالمسجد الأقصى وهو الوضع المتفق عليه مع المملكة الأردنية بوصفها رعية المقدسات في القدس ويضمن السماح لعدد محدود من اليهود مثل أي شخص غير مسلم بزيارة الأقصى ولكن ليس للصلاة فيه أو تأدية أي تقوص دينية جاء تأكيد نتنياهو بعد هجوم إسرائيلي عليه وعلى بن جفير وتهديدات فلسطينية وانتقادات عربية ودولية وطالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشي أربيل نتنياهو بأن يتحرك فورا لوضع بن جفير في مكانه المناسب فيما قال وزير الدفاع يؤف جالاند إن تحدي الوضع القائم في المسجد الأقصى هو عمل خطير وغير ضروري وغير مسؤول ويعرض إسرائيل للخطر وعقب رئيس المعارضة إيرلابيد بالقول إن ما يفعله بن جفير محاولة واضحة لتقويض أمن إسرائيل هذا وقد أدنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن جفير الدعية لإنشاء معبد داخل المسجد الأقصى المباركة حملت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني وتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة أدان البرلمان العربي تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير والتي دعا فيها إلى بناء معبد يهودي في المسجد الأقصى المبارك وفي بيان الله أكد البرلمان العربي أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتغيير الطابع العربي القدس مؤكدا أن تلك التصريحات استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدا مباشرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المباركة ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيب الصراع وزيادة التوتر في المنطقة وضقت على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات ترجمة نانسي قنقر أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة تابع لوزارة الصحة اللبنانية عن إصابة ثلاثة لبنانيين في غارة إسرائيلية على بلدة المجاد الجنوب لبنان هذا ونفذت مصير إسرائيلية غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين موقعي الدبشة وعلى الطاهر جنوب لبنان إلا أن الصاروخ لم ينفجر كما استهدفت مصيرة إسرائيلية سهل المجادل شرق الصور أفدت وسائل إعلام الأوكرانية بسمادة دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف وعلنت قوات الدفاع الجوية الأوكرانية رفع حالة التأهب يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه ووزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضرابات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكرية الأوكرانية ردود روسيا على التوغل الأوكراني في أراضيها لا يزال متواصلا حيث أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم فيما أعلنت قوات الدفاع الجوية الأوكرانية رفع حالة التأهب تطورات تأتي بعد 24 ساعة فقط من هجوم روسي واسع النطاق على منشآت الطاقة في نحو 15 مدينة أوكرانية وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكرانية ووفق وسائل إعلام أوكرانية فقد انقطعت إمدادات الطاقة والمياه في عدة مناطق في كييف إثر تعرضها لنحو عشر هجمات صاروخية وفي دينيبرو بيتروفيسك توقفت عن العمل وسائل النقل التي تعمل على الطاقة الكهربائية كما انقطعت تيار الكهربائية في ليفيف التي بدأت تعاني كذلك من مشاكل في إمدادات الطاقة مرافق البنية التحتية الحيوية في فينيتسيا تضررت هي الأخرى إثر تعرضها لسلسلة غارات جوية وتضررت منشآت صناعية في بولتافا فضلا عن انقطاع التيار الكهربائية عن عدد من المناطق فيها تصعيد عسكري روسي قوبل بإدانة شديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعتبر هجمات موسكو على منشأة الطاقة الأوكرانية عملا شائنا مؤكدا أن روسيا لن تنجح أبدا في الحرب التي تخوضها ضد جارتها ومتعهدا بمواصلة دعم كييف تتصاعد الأزمة السياسية في فرنسا بعد رفض الرئيس إيمانوال ماكرون تسمية رئيس وزراء من الاقتلاف اليساري الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية التي نظمت الشهر الماضي كان ماكرون يأمل أن تؤدي المشاورات التي أطلقها إلى كسر الجمود السياسي الناجم عن الانتخابات التي تركت الجمعية الوطنية منقسمة إلى ثلاث كتل متساوية تقريبا بين اليسار والوسط واليمين المتطرف دون أن يحصل أي طرف على أغلبية المقاعد رغم مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي أفرزت أغلبية يسارية تعيش باريس حالة من الفراغ السياسي بعد الشلل الذي أصاب مفاوضات تشكيل الحكومة في أحدث التطورات استبعد الرئيس إيمانويل ماكرون خيار تشكيل حكومة من اليسار ممثلة في تحالف الجبهة الشعبية الجديدة من أجل الاستقرار المؤسسي وأشار إلى أن حكومة مثل هذه يمكن أن يتم إسقاطها على الفور في تصويت حجب الثقة من قبل جميع الكتل الأخرى في الجمعية الوطنية ولذلك فإن الاستقرار المؤسسي يتطلب عدم اللجوء إلى هذا الخيار على حد وصفه من جانبه يضغط تحالف الجبهة الشعبية الجديدة لأحزاب اليسار على الرئيس الفرنسي منذ الجولة الثانية من الانتخابات لتعيين أحد مرشحيه رئيسا للوزراء وأكد أن المنصب من حصة اليسار على اعتبار أنه يشكل القوة الأكبر في البرلمان اليساريون قدموا لوسي كاستيه وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 37 عاما كمرشحة محتملة لمنصب رئاسة الحكومة لكن ماكرون وبعد أيام من جولة من المشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية وزعماء الأحزاب أرجى اختيار رئيس جديد للحكومة تاركا حكومة تصريف أعمال لفترة غير مسبوقة بينما يسعى إلى تعيين شخصية تحظى بدعم واسع النطاق كي لا يتم إسقاطها على الفور في تصويت على الثقة هي إذن حالة من الانسداد السياسي تعاني منها فرنسا الطمحة لاستعادة الاستقرار في وقت يمر فيه العالم بالكثير من التطورات المقلقة قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سليفين أن الرئيس الأمريكي كان واضحا في محادثاته مع الرئيس الصيني بشأن التزامه بإدارة العلاقة بين البلدين بشكل مسؤول وأكد سليفين حرص بلاده على أن لا تتحول المنافسة مع الصين إلى صراعه لقد كان الرئيس بايدن واضحا جدا في محادثاته مع الرئيس الصيني بأنه ملتزم بإدارة هذه العلاقة المهمة بشكل مسؤول وتظهر نتائج قمة وودسايد والعمل الذي قمنا به منذ ذلك الحين ذلك نحن حريصون على أن لا تتحول المنافسة إلى صراع وأن نجد طرقا للعمل معا حيث توافق مصالحنا بدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سليفين زيارة للعاصمة الصينية بكين تستغرق ثلاثة أيام ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني وانجي حيث من المقرر أن يعقد الجانبان الصيني والأمريكي جولة جديدة من الاتصالات الاستراتيجية تعد هذه أول زيارة يقوم بها مستشار أمن قومي أمريكي إلى الصين منذ ثمانية عوام كما أنها تمثل أول زيارة يقوم بها سليفين لبيكين ترجمة نانسي قنقر للعام المقبل من أجل تعزيز القدرات للرد على التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتزيدة وأكدت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونيهاب أن مجلس الوزراء بكورية الجنوبية وافق في وقت سابق من اليوم على الميزانية المقترحة بقيمة 61.59 تليليون وان بما يعادل 46.3 مليار دولار أمريكي لعام 2025 هذا ومن المقر أن تقدم الحكومة لاقتراح إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل حضرت الأمم المتحدة من ارتفاع منسوب مياه البحار في المحيط الهادي وخلال قمة منتدى جزر المحيط الهادي أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيرش إلى بحث يفيد بارتفاع منسوب مياه البحار في المحيط الهادي بواتيرة أسرع من المتوسط العالمية نداء استغاثة عالمية للتصدي لأزمة ارتفاع منسوب مياه البحار في المحيط الهادي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيرش خلال قمة منتدى جزر المحيط الهادي خلال القمة أشار الأمين العام إلى بحث يفيد بأن منسوب مياه البحار في هذه المنطقة ارتفع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمية إن ارتفاع منسوب مياه البحار هو أزمة من صنع البشرية بالكامل سوف تتضخم قريبا إلى نطاق لا يمكن تصوره يجب على العالم أن يتحرك ويستجيب لنداء الاستغاثة قبل فويت الأوان وجزر المحيط الهادي التي تتميز بكثافتها السكانية المنخفضة وندرة الصناعات الثقيلة فيها ينبعث منها مجتمعة أقل من 200% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية سنويا وهذه المجموعة الوسعة من الجزر البركانية والجزر المرجانية المنخفضة مهددة بارتفاع منسوب مياه البحار مطلوب من قادة العالم أن يكثفوا جهودهم لخوض الانبعاثات العالمية بشكل كبير وأن يقودوا حملة سريعة للتخلص التدريجي العادل من الوقود الأحفوري وتعزيز استثمارات التكيف مع المناخ بشكل كبير لحماية الناس من المقاطر الحالية والمستقبلية ومنذ تسعينيات القرن الماضي تتولى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مهمة مراقبة القياسات من أجهزة قياس المد والجزر المثبتة على شواطئ في المحيط الهادي ووفقا لتقرير جديد أصدرته وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة فقد ارتفعت مستويات سطح البحر بنحو 15 سنتيمترا في مناطق معينة من المحيط الهادي على مدى الثلاثين عاما الماضية ويبلغ المتوسط العالمي 9.4 سنتيمترا وفقا للتقرير نفسه رجحت تهيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل إعصار شانشان القوي إلى منطقة أمامه في جنوب غربي البلاد في وقت اللاحق اليوم مع توقعات بتعليق رحلات القطارات السريعة وإلغاء المزيد من الرحلات وتوقعت الهيئة في بين نقلته وكالة أمباك يودو اليابانية الرسمية حطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة تغطي أمامه وساحل المحيط الهادي الغربي والشرق اليابان مشارة إلى أن وثيرته البطيئة قد تتسبب في حدوث اضطرابات ممتدة اشتركوا في القناة تتواصل فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة قبالا كبيرا من السائحين والزائرين لاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والطرفيهية بالمدينة ونبقى مع مهرجان العالمين وينضم إلينا من هناك زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية محمود أهلا بك مرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة لازلنا بنتابع معكم كل الفعاليات المستمرة في الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة المليء بالفعاليات المختلفة سواء كانت الفنية أو الرياضية أو حتى الثقافية ولكن كنا نتابع معكم منذ أيام بطولة الجودو العربية التي انطلقت هنا للعام الثاني على التوالي في مدينة العالمين الجديدة هذه البطولة التي انتهت اليوم منذ قليل كان الختام لهذه البطولة التي شارك فيها 500 لعب ولاعب من 10 دول مختلفة والحياة كان هناك أجواء حماسية تنفسية بين المتسابقين وأجواء تشجعية بين الجمهور الذي جاء ليؤازر المتسابقين سواء من الدول العربية أو حتى المتسابقين المصريين والحياة كان هناك تنظيم على أعلى مستوى في هذه البطولة وتسهيلات قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بالمتسابقين وفيما يتعلق بتهيئة الأجواء المختلفة ووجود لجنة تحكيم على أعلى مستوى والمتسابقون من الدول العربية أشادوا بتنظيم هذه البطولة والإمكانيات الموجودة فيها وأنهم حرصون على أنهم يحرصوا دائما على التواجد في بطولة الجودو كانوا متواجدين في العام الماضي والنسخة الأولى للبطولة وحرصوا أيضا على تواجدهم للنسخة الثانية نظرا لأهمية البطولة وإقامتها أيضا في مدينة العالمين الجديدة وسط الأجواء الساحرة والجميلة والتي تميز بالطبع مدينة العالمين الجديدة هذه البطولة التي انتهت اليوم لكن بالتأكيد تجعل مدينة العالمين على رأس المدن السياحية والرياضية وتعد وجهة رياضية لاستضافة العديد من البطولات المختلفة والفعاليات الرياضية المختلفة وربما كنا نرى من بداية هذا المهرجان وحتى هذه اللحظة التنوع الكبير في الفعاليات الرياضية في حد ذاتها هذه الفعاليات التي أقيمت على عدد من الملاعب المختلفة في المنطقة الترفيهية منها ملعب كرة القدم والبدل وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة وكنا نرى استضافة العديد من الفعاليات الرياضية المهمة منها أساطير كرة القدم وأيضا حضور لبرنامج كابتانو مصر الذي تشرف بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسموه الشيخ محمد بن زايد وأيضا بعض الفعاليات الرياضية التي أقيمت سواء في المتعلق بكرة الطائرة الشاطئية أو حتى البدل التي نفس فيها أكثر من 80 فريق تبيعي للاتحاد المصري للبدل وكان هناك تعاون كبير بين الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة في إقامة العديد من الفعاليات الرياضية ستستمر هذه الفعاليات في الأسبوع الأخير غدا سيكون هناك فعالية خاصة بأفضل لعب كرة قدم من سن 9 سنوات حتى 15 عاما على الملعب الخماسي لكرة القدم بالإضافة إلى أنه يوم الجمعة سيكون هناك انطلاق بعض المباريات الخاصة بكرة السلة وغدا وبعد غد سيكون هناك بعض العروض الجوية في سماء مدينة العالمين الجديدة وصولا للحفل الختامي للفنان ويجز يوم الجمعة في منطقة اليو أرينا وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات في مهرجة العالمي بالتأكيد أشكرا جزيلا شكر زميل محمود جميل لمراسل التفزيون المصري كنت معنا عبر هواء مباشرة من مدينة العالمين الجديدة أصدر وزير السيحة والأثار شريف فتحي قرارات بإلغاء ترخيص 36 شركة سياحية ثبتت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة كانت تلك الشركات قد قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك الحج خلال الموسم الماضي بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات الزيارة وغير المصرح لحامليها بالحج هو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من مصر والسعودية يأتي ذلك تنفيذ لقرارات اجتماع خلية أزمة الحجاج المشكلة بتكليف من رئيس الجمهورية والتي تنعقد برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج استقبل وزير الأوقاف أسامة الأزهري رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية بدون جمهورية أذربيجان وعرب وزير الأوقاف خلال اللقاء عند طلعه إلى التعاون المشترك بين البلدين من جانبه أعرب رامين مامدوب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مشيدا بالأداء المتميز لوزير الأوقاف ترأس نائبه ورئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل اطلع الوزير على مستجدات العمل بشأن الانتهاء من التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي السويس وأسوان كما اطلع على خطط أعمال المرحلة الثانية والتي تضم محافظات ضميات مطروح كفر الشيخ المينيا شامل سيناء بعدد 65 مستشفى وبإجمالي 10.517 سرير موجها بأهمية العمل مع كافة الجهات لتنفيذ هذا المشروع ولإنجازه استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار ممثل شركات المنافذة للمنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية يأتي الاجتماع التنفيذ لتوجهات القيادة السياسية بتسريع وثلاث العمل لإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية وإبراز إمكانات مصر وبما يعمل على جفب السياحة الوافذة وقاصد السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر ويجعلها مقصدا أساسيا على خريطة السياحة العلاجية العالمية أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن نجاح النهوض بالعملية التعليمية يكمن في تضافر جهود كافة الأطراف بما في ذلك المعلم والطالب وولي الأمر وخلال جولته التفقدية في محافظة السويس أكد وزير التربية والتعليم حرصه على مواصلة الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من جهزية المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد في ظل الآليات والقرارات المنظمة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية مثمنا جهود المحافظة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت ووزير الثقافة أحمد فادهانو مرسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لدار القتب والوثائق القومية لإتاحة مختارات من كتب الهيئة العامة لدار القتب والوثائق التي تمت رقمنتها على بواب التراثي مصر الرقمي وفقا لهذا البروتوكول سيتم إتاحة نحو 11300 نسخة ورقية لمجموعة مختارة من كتب الهيئة العامة لدار القتب والوثائق القومية عبر بوابة تراثي مصر الرقمية وبهذا نصل إياكم لختم هذه النشرة ولا يتبقى لنا سأتذكر بأبرز العنوين الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي وتوافق بشان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي وإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية توقف عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لقطاع غزة إدانات عربية وإسلامية لدعوة بن جفير لإقامة معبد في المسجد الأقصى المبارك وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة